قال الله عز وجل أيضا أفرأيتم اللات والعزة ومنات الثالثة الأخرى ألكم الذكر وله الأنثى تلك إذن قسمة ضيزة إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان فليس هناك من سلطان نازل من عند الله يعني ليس هناك نص واضح قاطع من عند الله تبارك وتعالى إنما هي أسماء اخترعوها وظنون اتبعوها ليس عليها دليل معتبر ولذلك عقب عليها بقوله إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس ولقد جاءهم من ربهم الهدى وقال تعالى إن الذين لا يؤمنون بالآخرة ليسمون الملائكة تسمية الأنثى وما لهم به من علم إن يتبعون إلا الظن وإن الظن لا يغني من الحق شيئا فالظن الذي ذم المشركين على اتباعه هناك هو نفسه المتشابه الذي ذم المشركين أيضا على اتباعه هنا وقال أيضا عن اليهود الذين قالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودة قل أتخذتم عند الله عهدا فطالبهم بالدليل عن الله ثم عقب قائلا أم تقولون على الله ما لا تعلمون وقال مبطلا حجة النصارى في ألوهية عيسى عليه الصلاة والسلام وإذ قال الله يا عيسى بن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله فإن كان لهم على ما يدعون حجة ونص واضح قاله لهم نبيهم فهم معذرون في ذلك أما أن يقولوا بأن عيسى هو الله هو الإله هو الله أو ابن الله وهذا الكلام فليس لهم فيه نص قاطع إنما هو اتباع للمتشابه وكلهم من أبطل الباطل وذلك قال الله رد عليهم بقوله وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبها لهم وإن الذين اختلفوا في الكتاب لفي شك منه ما لهم به من علم إلا اتباع الظن إلا اتباع الظن وما قتلوه يقينا وقال الله عز وجل أيضا حينما رد على المشركين في سورة الأنعام قالوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء قال قل هل عندكم من علم فتخرجوه لنا إن تتبعون إلا الظن وإن أنتم إلا تخرصون وقال تعالى وإذا مس الناس ضرهم دعوا ربهم منيبين إليه ثم إذا أذاقهم منه رحمة إذا فريق منهم بربهم يشركون رد عليهم أيضا هذه الدعوة فقال أم أنزلنا عليهم سلطانا فهو يتكلم بما كانوا به يشركون من الذي يتكلم؟ الدليل الواضح القاطع الصريح يعني أساسيات هذا الدين تحتاج إلى نص صريح واضح محكم لا تحتاج هذا النص لا يحتاج إلى من يفسره أو من يقوله قال فهو يتكلم من شدة وضوحه أي الدليل فهو يتكلم بما كانوا به يشركون وذكر الله عز وجل أن أكثر الناس يتبعون في أصول دينهم أدلة ظنية متشابهة قال تعالى وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله إن يتبعون إلا الظن وإنهم إلا يخرصون أي أن أدلتهم ظنية متشابهة غير صالحة للاستدلال بعد هذا التأصيل هذه المقدمة الطويلة أردت أن أتناول مسألة الإمامة الشعية في ميزان النقد العلمي على اعتبار أنها من أهم أصولهم بعد التوحيد بل لا يصح التوحيد ولا يقبل عندهم إلا بالاعتراف بهذه الإمامة المسعومة وتكلمت عن مفهوم الإمامة اللغوي في حلقات سابقة وقلت بأن الإمامة في اللغة هي التقدم يقال أما القوم وأما بهم وأما لهم أي تقدمهم وهي الإمامة وقد يطلق الإمام على الخليفة وعلى العالم المقتدى به وعلى من يتم به في الصلاة ولعل أول من تحدث عن مفهوم الإمامة بالصورة التي نجدها عند الشيعة اليوم هو ابن سبأ اليهودي هو أول من أشاع القول بفرض إمامة علي بن أبي طالب بل هو أول من أشاع القول بأن الإمامة هي وصية من النبي ومحصورة في الوصي النبي قبل أن يموت أوصل عليه بالخلافة في دينهم طبعا هذا لم يحدث وهذا باطل وهذا ما سنثبته ونناقش فيه أدلتهم في هذه الحلقات إن شاء الله يبقى الإمامة في دينهم كما يقولون ويعتقدون وهذا كلام كتبهم اعترفوا كتبهم وكلام مراجعهم يعني اعترفت كتب الشيعة بأن ابن سبأ اليهودي هو أول من أشاع القول بفرض إمامة علي وأظهر البراءة من أعدائه وكاشف مخالفه وكفرهم كما في رجال الكشي وابن سبأ من أصل يهودي كان يهوديا وكان يرى أن يوشع بن نون هو وصي موسى عليه السلام عقيدة الوصي التي نقلها من اليهود بأن كل نبي يوصي لإمام بعده ولما أسلم أظهر هذه المقالة فعلي ابن أبي طالب وهذا الذي قال به أيضا صدوقهم في عقائده التي سجلها في بداية القرن الرابع قال وهي تسمى بعقائد الصدوق موجودة ومطبوعة قال بأننا نعتقد أن لكل نبي وصي أوصى إليه بأمر من الله تعالى وأن عدد الأوصياء 124 ألف وصي تخيل 124 ألف نبي جعلوا لهم 124 ألف وصي هكذا أعتقدون لا ندره ولا أوصياء كانوا من الأئمة الاثنى عشر أم كان هناك أوصياء لا نعلمهم ولا نعرف عنهم شيئا وروا المجلسي في بحاره أن آخر الأوصياء هو علي ابن أبي طالب ومعنى هذا أنه لا وصي بعد علي ولا إمامة بعد علي وأن إمامة من جاء بعده باطلة على هذا الكلام الذي بوابه المجلسي في بحاره وهذا الأصل ينسف مذهب الاثنى عشرية كله من أصله لأنه لا إمامة بعد علي في دينهم المهم هذه الإمامة ما منزلتها في مذهبهم ولماذا أقام عليها الدنيا ولم يقعدوها لهذه الدرجة هذه الإمامة التي هي أصل الخلاف بين الشيعة وجميع الطواف الإسلامية بل هي الأصل الرابع من أصول دينهم مع أنها لم تذكر لا في القرآن ولا في السنة يعني تخيل الله عز وجل تكلم عن كل شيء في القرآن الكريم حتى ذكر الكلب في القرآن وتكلم عن الطير وتكلم عن البقر والمعز ومن البقر اثنين ومن المعز اثنين وتكلم عن دم الحيض ولم تذكر هذه الإمامة في القرآن لا من قريب ولا من بعيد هذه منزلة الإمامة في دين القوم يعني الله سبحانه وتعالى تكلم عن كل شيء في القرآن كل شيء ما فارطنا في الكتاب من شيء وهذه من أهم أصولهم وعليها مدار دينهم ولم تذكرها القرآن لا من قريب ولا من بعيد لا تصريح ولا تلميحا وتكلم عن دم الحيض وتكلم عن ذكر البقر والغنم والكلب في القرآن والماعز ولم تذكر هذه الإمامة المزعومة في القرآن لا من قريب ولا من بعيد لا تصريحا ولا تلميحا بل يروي الكليني في منزلتها عن أبي عبد الله في المجلد الأول في أصول الكافي طبع الدار المرتضى في صفحة 194 قال في قول الله عز وجل إِنَّا أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِتَحْكُمَ بَيْنَا النَّاسِ بِمَا أَرَأَكَ اللَّهِ قال هذه الآية جارية في الأوصياء نازلت في الأئمة وجارية في الأوصياء ولكن تتخيل هذا وأيضا جاء في في الرواية التي تليها مباشرة قال إن الله عز وجل عن أبي عبد الله عليه السلام قال إن الله عز وجل أدب رسوله حتى قومه على ما أراد ثم فوض إليه فقال عز ذكره وما آتاكم الرسول فاخدوه وما نهاكم عنه فانتهوا فما فوضه إلى رسوله فقد فوضه إلينا أي إلى الأئمة الاثنى عشر ثم أيضا عن محمد بن مسلم قال السميع طبع عبد الله يقول الأئمة بمنزلة رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا أنهم ليسوا بأنبياء ولا يحل لهم من النساء ما يحل للنبي فأما ما خلى ذلك فهم فيه بمنزلة رسول الله انظر جعلوا الإمام كالنبي في دينهم ورواياتهم في ذلك كثيرة وقد عرضنا شيئا منها قبل ذلك وصرح ابن المطهر الحل علامتهم بما يلزم منه تفضيل الأئمة على الأنبياء فقال النبوة لطف خاص والإمامة لطف عام وإنكار اللطف العام شر من إنكار اللطف الخاص وكذلك قال آياتهم كاظم الحائري وقال كذلك إبراهيم الزنجاني بأن الإمامة تعلو مرتبة النبوة وكذلك محمد صديق الروحاني وكذلك كمال الحيداري في كتاب العصن وفي صفحة رقم 17 وكذلك الهالك الخمين في كتاب الحكومة الإسلامية كل ذكرنا كل هذا لما سئل محمد صديق الروحاني في موقعه هل عليه أفضل من الأنبياء قال هذا ما نعتقد به أصلا ويعتقد به الشيعة لممال إثن عشرية ترجمة نانسي قنقر